اشهد معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية بتصويت البرلمان البريطاني امس لصالح قرار حكومة المملكة المتحدة الصديقة بتنفيذ عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش الارهابي في سوريا هذا واكد معالي وزير الخارجية ان هذا التصويت يعكس وعيا كبيرا بدقة وصعوبة المرحلة التي تمر بها الحرب الدولية ضد الارهاب وادراكا بمدى الخطر الكبير الذي يمثله تنظيم داعش الارهابي على امن واستقرار العالم والحاجة الى مزيد من التكتل الدولي وتضافر الجهود للقضاء على هذا التنظيم وعرب معالي وزير الخارجية عن ثقته في ان انضمام القوات الجوية البريطانية الى الجهد العسكري الدولي من شأنه ايزيد من الحصار لتنظيم داعش الارهابي حاثا معاليه كافة دول العالم على ضرورة تحامل مسؤولياتها والتعاون مع الجهود الرامية الى اقتلاع افة الارهاب التي تهدد الجميع بلا استثناء